ونحن نسمع في إنجيل هذا اليوم هذه المعاجزة وتسمى إجباع الجموع وتكرر فيه أكثر من مرة وأكثر من موضع وتقرأ أيضا في الأحد الخامس من أحد الشهر الإبتي كما تكون أنه سبب البركة وسبب الكسر ولكن خلونا نتأمل فيما حدث في هذا اليوم وهي البركة التي حدثت من ربنا يسوع المسيح في خلق مادة جديدة لم تكن موجودة في أيدي هؤلاء التلاميذ أول سؤال كان سؤال امتحاني لأحد التلاميذ وهو معادلنا في لبس ويسأله يقول له ممكن نوكل للناس دول كلهم إزاي فهل دول عايزين فوق الماتين دينار عشان نشتري أطعمة للخمسة ألف راجل دول مع هذا النساء والأطفال الموجودين فمعناها نحن ناس فؤرة وما معناش ما يكفي هذا الأمر وكان هذا اختبار إيماني بحث ليعرف ما هي قدرة الله على الخلق من النشيء والخلق من العدم أول سؤال كان يسأله له كان يتوقع أن يرد تاني يقول له ما هونت موجود معنا فنستطيع أن نرى كل شيء يتجدد من بين يديك ثم يرد واحد من التلاميذ الآخرين يقول له فيه إنسان فقير معنا هنا هو كل اللي معاه أكلة الراجل الفقير وهي خمسة أرغفة الشعير والسمكتين يا ترى تقدر تعمل منهم إيه تقدر تعمل منهم حاجات كتيرة جدا وهي أكلم ربنا يسوع المسيح نرى في الأمر العجيب ده أنه الله يقول لهم خلوهم يتكوا يقول لواحد يقعد في عشب كثير يعني المكان كان مكان خضرة حسب هذه المنطقة من السكنة فجلسوا كلهم كل واحد في مكانه وابتدأ السيد المسيح يصنع الأمر العجيب يقول وشكرا شكرا بمعنى أعطى البركة وهنا نبدأ نتكلم عن ما هي البركة أولا البركة كل إنسان هيحب فينا أنه يعيش فيها ما معنى كلمة إنسان يحيا في البركة يشعر بأن كل الله بيبارك في كل عمل هو بيعمله وإن يدى الله تسبقه في كل أمر يشعر أن يدى الله تبارك في القليل الذي ما بين يديه ويجعله كثيرا ويجعله سبب خير وبركة لكل الناس الموجودين من حواليه